اهلا بكم الجزء الرابع من تركيب الجبس برد. شوفنا في الجزء الاول تأسيس السقف وجزء التاني عمل وتركيب الشاسية. شوفنا في الجزء التالت تركيب وتقطيع الالواح نفسها بابقة تفاصيل وخطوة خطوة. في الجزء الرابع ده هنشوف ازاي نعمل بيت النور او المراية اللي هتركب بالجنب في الحتة المخنوقة الديقة دي علشان ليها قصة كده صغيرة جدا. وهي في نفس الوقت ازاي بقى هنعالج الكورنر ده هو طبعا مصبوط بالنسبة تسعين في المية ولكن لازم طبعا هتلاقي فيه نتيجة القص بتاعك انه بعاجه الكلام ده كله فبدل ما نخليه بالمعجون لا هنشوف هنعمل فيه ايه? يلا بينا. الطبيعي لما يكون عندي بيت نور بجيب اللو بعد ما يكون ركبه السبت وزي الفول بجيب حرف القلم وحطه من فوق على الحرف كده ويهي بسبته وبعد كده بجيب الجانب او المراية بتاع البيت النور وبخطها من الجنب كده لكن انا في الحالة اللي عندي هنا اهو انا عندي هنا في حيطة وبالتالي انش اقدر اجيب المسدس بتاعي واضرب المصانير بالوضع ده فهضطر ان انا اعمل ايه? هضطر ان انا اجيب الجنب الاول واضربه في حرف القلم في الاول كده وبعد كده اقوم اطلعه على طول مركبه على اللوح من فوق علشان اضربه بس من تحت وبالتالي الحالة اللي انا فيها دي لازم اقيس المسافات بتاعتي مزبوطة مية في المية واقطع خروف القل بتاعتي واسبت المراية بتاع بتاعت بيت النور واسيب من هنا مسافة بالزبط سمك اللوح اللي هي الاثناشر ميلي فانا لما قاست هنا لقيت اهو مكتوب اثنين متر عشرة ونص كانت بتاعي النفس عشان ما نساش هجيب المراية بتاعتي وهقيس عليها الاثنين متر عشرة ونص وهقطعها كل جنب على هذا الاساس هقطع الاول جنبين وصد بعض وبعد كده اكمل الجنبين اللي نقصين ده لازم علشان ما يحصلش اي غلط في القطع هنا تعمل علام عشان اللازرق تباع عارف هو فين لبره او لجوه فده علام ده معنا ده اللازرق او الله خضر يعني ان هو الوش اللي ايه اللي هو هجيب المرينة بتاعتي وخطها جنب لوح اي حتة لوح صغيرة علشان ايس بيها او التخانة بتاعت اللوح وهجيب حرف ال عادي خالص وهقطعه هو كمان على اثنين متر عشرة بالضبط مهم جدا بقى ان انا اجي هنا هو على واحدة منهم واشطر على خمسة واربعين وبعدين ابتدي اركبها هنا كده وابتدي اسبتها على وضعها كده بالمصامير زوية جديدة خالص اسمها كورنر بلد او كورنر حديد او معدن يعني؟ ذا ل Sport Service يضبط بالضبط الحواف في منه نوعين في منه المتالشيت تببها بكرة عبارة عن ورق يمنها وشمالها شريحة من الصق وفي الكورنر بيد ده اقوى بيبقى طبعا قوي جدا لكن طبعا كل حاجة وليها شغلها طيب هجيبه واقص بالضبط على نفس الطول اللي هو اثنين متر عشرة ونص وكمان برضه هقطع من اليمين ومن الشمال حتة كده من دلعة منهم هقطع على 45 هقطع على 45 من هنا لكن دي عادلة علشان دي هتركب من تحتيها دلوقتي تركب كده اهو وابتدي ان انا مضربها هي كمان بمصامير بس خلي بالك بقى من نقطة مهمة جدا وهي اهه في هنا فرق ما بين الميتل ده ما بين الميتل ده فلما تيجي تضرب من هنا المصمار اضربه يعني ماء السنة صغيرة جدا بحيث ان هو يلحق يضرب في الميتل ده يعني المصمار اللي لازم يمسك من متل لميتل وكده انا خلصت الزاوية و الكورنر بحيث ان انا دلوقتي اقدر اطلع عركبهم كده على طول يتشحط كده على طول لان المسافة ما بين الاثنين دول تكفي ان هي تاخد الشريحة او الجبس اصلا اللي راكب في السقف طيب قبل ما اطلع بقى لازم اعمل حاجة مهمة جدا وهي اقلني امعجن الجانب ده تماما واستنين شافوا بعد كده اقدي له وشين بالسانيتون ولا كيه وش سانيتون ووشين لكيه او وش لكيه علشان يبقى فنشت الكلام ده كله خالص واطلع اركبها على الجوانب من غير معمل فيها شغلة تاني يلا بينا المعجنها بالمعجون اللي عملناها في الفيديو صابق قبل كده وهنا بقى خلي بالك ان المعجون بيبقى عشان تسطر بيها الشكل كله بتاع الكورنر وبالتالي انت بتنشي المعجون علشان تخبط في السن بتاع الكورنر اللي هو بيبقى اعلى حوالي مص ملي من الجسم بتاعه كده وبعد كده كده انا سطرت الزاوية هكمل بقى الاربع جوانب وبعد ما تانشف هتديها وش تاني معجون علشان تتاكد ان هي تزبطت ولولا كل ده هيبقى في الجوانب مش باين خالص ولكن انا بحب ازبط شؤون ونفس اللي هعمله ده هبقى اعمله في سقف الكبس نفسه يلا بينا هذا النتج النهائي بعد السنفرة والدهان وادي الحدايد الكورنر وادي حرف ال ال وكمان انا كاتب من ورا هنا الطول بتاع الدولة علشان اعرف هو هيطلع فين مش هحتاج دلوقتي اكتر من مفاك صغير جدا ويلا بينا نركبها بطريقة لطيفة اجيبها كده وطلعها فوق كده حيث ان يخش ساندوتش بقى يعني اللوح يخش ما بين الكورنر وما بين حرف ال 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 فوق طبعا مش هتعرف لان ممكن يكون الحديد مقاوس مصر مش مشكلة هندخلها لطرف واحد كده ونبتدي بالمفاك نسحب الكورنر حتة حتة عليها بس كده دخل ونصبطه يكون على طرف واحد من الاطراف يبتدي بقى نسلك كده تمام ناخد زي الفل حتة من غير مصامير لكن طبعا هنده مصامير للتفديق هندفل بقى الجوان الكلها بنفس الطريقة بس مهم جدا ان انا اركب جان واركب الجانب اللي هو قدامه من ناحية التانية وبعد كده اركب الناحيتين اللي تصل بقى يعني لازم اركب الجانبين الواسط بعض زي ما رطعت جانبين مصاد بعض ثم الجانبين التانية لازم اركب الجانبين الواسط بعض كمان الجانبين التنية واخلينا نشوف بقى خطوات المعجون ايه بالضبط والديهان في الفيديو اللي جاي عشان الفيديو ما يقوم يربيكم الفيديو عقابكم شكرا و السلام عليكم